مساء الخير عليكم وكل سنة وانتوا طيبين النهاردة ثالث حلقة من لايف مع نجم اللي بنقدمه كل يوم على اكاونت يلا كورة على انستجرام معيكو انا جهاد عربي وان شاء الله هنكون معيكو على مدار شهر رمضان هيكون معينا كل يوم نجم مش بس من نجوم الكورة المصرية لا من نجوم الرياضة المصرية النهاردة هيكون معينا الخطير كابتن احمد عيد عبد الملك نجم الندي الزمالك ومنتخب مصر السابق نستنى اسئلتكم على اللايف وكمان نستنى يعرف مين النجوم اللي تحبوا تشاهدون في الحلقات الجاية من لايف مع نجم على يلا كورة ودلوقتي هنستنى كابتن احمد عيد عشان يدخل معينا وحنحاول نجاوب على اسئلتكم على قد ما نقدر كما قلت لكم لايف مع نجم سيكون معيكم كل يوم الساعة 11 على اكاونت يلا كورة الرسمي على انستجرام ومعيكم انا جهاد عربي مش بس هيكون معينا نجوم الكورة المصرية لأ هيكون معينا نجوم الرياضة المصرية بشكل عام ان شاء الله هيكون معينا نجوم السلة والطايرة واليد وكمان كل اللعبات اللي تحبوا تشوفوها نحن دلوقتي مستنى كابتن احمد عيد يدخل معينا ومستنى اسئلتكم طبعا عشان كابتن احمد عيد يحاولي جاوب على اكتر عدد منها ومستنى كابتن احمد عيد يدخل معينا ومستنى كابتن احمد عيد يدخل معينا ومستنى كابتن احمد عيد ومستنى احمد عيد يدخل معينا ومستنى اكتراحات كل النجوم اللي تحبوا تشوفوهم في الحلقات الجاية في لايف معني جمي يلا كورا كل يوم الساعة 11 على اكاونت انستجرام بتاعنا ما تنسوش معي انا جهد عربي نحاول نشوف كابتن احمد عيد نحاول نشوف كابتن احمد عيد لحد دلواتي نشوف كتير منكم بيقترح اسامي ان شاء الله تكون معينا نحاول على قد ما نقدر نجبلكم اكبر عدد من النجوم اللي انتو بتكترحوهم علينا في لايف مع نجم اللي هيكون معيكو زي ما قلتلكو كل يوم الساعة 11 في رمضان على اكاونت يلا كورا على انستجرام وانا معيكم جهد عربي نحنا دروقتي مستنين كابتن احمد عيد عبد الملك نحو كابتن احمد عيد وصلا نحن يا كابتن مساء الخير مساء الخير يا كابتن ازايح عليكو كل سنوان انت طيب او انت طيب يا جهد مساء الخير عليك وعلى الناس كلها المتابعين ليلا كورا وكل سنوانتو طيبين والشعب المصري كله طيب وبخير ان شاء الله نره مودان كرام يا كابتن والله احنا مبسيين جدا حريك معينا النهار ده لايف مع الناكو ربنا يخليك جهاد أنا أبسوط جداً اللي أنا معاكو على موقع من الموقع الكبيرة في الوطن العربي كله مش في مصر بس قلينا كده بس وإحنا بنتكلم على رمضان في الأول بتتبع مسلسلات ايه؟ الدنيا ماشي كويس هوم أنا بتابع مسلسلين مش من هوات المسلسلات قوي بس أنا يعني بتابع مسلسل للاختيار طبعاً طبعاً كلنا من طبعاً آآ مع حاجة شداني بطريقة حلوة يعني مسلسل كويس ومسلسل الفتوة يعني متابعوا جداً طبعاً ياسر جايل بحب ياسر جايل جداً بس بحب ياسر ما بحبش رمز ليه كده؟ لا لا مش الظاهر طبعاً الموضوع الظاهر رمز دمه خفيفه والكلام دوت بس يعني ما لك شوف المعلم آآ الموضوع مأفور شوية بس بس السنة دي رمضان مختلف والحزر وكلنا عالين في البيت فترة بعد الفطار بالبيت فإيه دنيا الحزر عامل معاك إيه في رمضان؟ في حاجات كنتم تعاود تعملها في رمضان مش عارب تعملها السنة دي بكده؟ آآ للأسف يعني أنا دايماً يعني في رمضان بالليل بعد الفطار خصوصاً آآ حتى اللي أنا آآ بأنزل بقى بعد الصلاة الترويح والكلام دوت بأتقابل بقى مع صحابي والكلامنا بنبعدين في مكان فالسنة دي الموضوع مختلف خالص مش عارف معاك دي رمضان كله في البيت وأغلبية الأوقات كنا أوقات أنا والعيلة والكلامنا بننزل للصحر والعزومات والحاجات دي هات مقتقدينها طبعاً بشكل كبير جداً يعني فالحاجات دي مأثرة علينا بس إيه كابتاً جربت تدخل بالمطبق في الوقت ده؟ تعال الحزر ورمضان والكلام ده والليل؟ دخلت طبعاً ناس كلها بتورينا ما هوهم آآ دخلت طبعاً وأما فيه حاجة ما بنبقى ناكل مقارونا والكلام دوت باب أنا اللي بدخل المطبق على طول فأنا بدخل أعمل مقارونا على طول بس قولنا بقى رمضان أكيد فيه مطشات يعني ما تنسهاش في رمضان هايك برضو ما سابتك كبيرة أكيد لعبت مطشات كتير في حاجة رمضان إيه المطش المميز اللي في رمضان على طول فكره؟ هو بالنسبة لهم مطشين مهمين مطش مع ناس الزمالك ومطش مع حرس الحدود كانوا في رمضان كان المطش مع ناس الزمالك مطش أورلاندو في جنوب أفريكيا كان قابل الفطار وكسبنا 2-1 كان مطش مهم جدا في دور المجموعات مصطفى فتحي الجاب الثاني ومعروف الأولاني وكنا مغلوبين في المطش دوت والمطش الثاني كان في 2007 كان حرس الحدود والصفاكسي كسبنا المطش ده 3-1 في ملعب الماكس ويمكن المطش ده كان من المطشاتك كبيرة اللي عملتها وأحراسة هدف كان أنا هدف وأحمد عبدالغاني هدف وكابتن عبدالحميد باسيوني هدف كان مطش كبير برضو ما نسهوش يعني في رمضان كبتن أحمد مجدي طبعا نجم الجونة بيقولك مفتقد القهوة والطاولة اه طبعا القهوة والطاولة مجدي شافنا وأنا بلعب طاولة مع الحج الكبير كنت بلعب الحج مجدي الكبير بس للأسف الحج مجدي على قده في الطاولة بس قولنا ايه اخبارك مع تيك توك برضو ناس دلوقتي يالمطبق يا تيك توك اه انا من فترة من بقالي حوالي شهر وشوية عملت تيك توك بنتي طبعا مريم عرفتني التيك توك والكران دوات انا ما كنتش عارف في حاجة بدأت واحدة واحدة عارف بس الموضوع يعني الموضوع لازيز مسلم شوية الموضوع بانه خطيف ومسلي في اللعنة اه مسلم اه والعالم كله دلوقتي بقى دخل هتلاقي الانديات كبيرة كلهم دخلوا على تيك توك هتلاقي اكاونتات لكل الانديات كبيرة اللي في العالم ايه اللي يقوله دلوقتي على تيك توك كلنا موجودين اه فالموضوع بقى منتشر وحلو يعني ولازيز نتكلم بقى على الكبتن أحمد عيد شوية قل لنا ايه افضل هدف سجلته في حياتك او الهدف اللي انت بتعتبره ده اكتر هدف بتحبه لنفسك ودايما بتجيبه وتشغله اه كان هدف مباراة هم هدفين الحقيقة مش هدف واحد مع المنتخب الاثنين هدف مرمى بلجيكا كان ماتش بلجيكا 4-0 مصر وبلجيكا الماتش ده كسبناه في سنة المقولين سنة 2005 كسبنا 4-0 يمكن احرص الهدف كان هدف حلو جدا كان فيه ترقستين في الثمنتاشر وحاجة كده سبعة والكلام ده والهدف الثاني كان ماتش مصر والكونغو في تصفات كاس العالم 2008 كنا مغلوبين 1-0 وعمري ذاك اجاب هدف وانا جبت الهدف الثاني وكان هدف مهم وكان صعب فهدفين حلوين يعني بحبهم جدا طب وإيه الفترة اللي انت بتعتبرها الفترة الابرس في مسارتك يعني الفترة دي اللي معنادي معين كنت بتعتبر ان انت كنت في البيك او في القمة بتاعتك والفترة يعني هو طبعا نادي حرص الحدود يعني زي ما بيقوله خد الفترة اللي انا كنت متقلق فيها كلها بس اهم فترة بالنسبالي من اول 2008 لحد 2012 الفترة دي كنت متقلق بشكل كبير وعمل شغل بشكل كبير مع نادي حرص الحدود والبطولات اللي حقانيها مع المنتخب وبطولة العالم للقرات وكسر المهم 2010 والفترة دي كلها ولحد ما مشيت من حرص الحدود 2012 الحقيقة كنت ماشي بشكل كويس مع حرص الحدود وفي السنة اللي احنا كنا متصدرين فيها الدوري وقت الحدثة بتاعت برسعيد والكلام دوت طبعا للأسف الدوري مكملش في السنة ديت يعني فديك اهم فترة اربع سنين عنا بتهم شكك كويس جدا كابتن واير رياض شيتوس بيقولك كرحمنا هو يمسي عليك كيف اه ما انا عارف فده حبيبي شيتوس حبيبي ومن الناس اللي كناها انا وهو على طول نقر ونقير في موضوع الاهل والزمالك ده فحبيبي طبعا شيتوس من اصدقاء الغاليين يعني كابتن واير طب قلنا افضل مدرب اتدربت معي طوال ما صرتك كمين ما الحقيقة في مدربين كتير بس انا معتز جدا بالفترة مع بريرا اكيد تعلمت منه حاجات كتير والرجل اللي علمني حاجات كتير في الكورة وعنده رؤية مختلفة وتكتف مختلف ومعاملة نفسية بشكل كبير جدا ده راجة انا كنت اكبر دعاق في الفرقه عند 35 سنة كان بيجي اتكلم معي في حاجات معنوية تخليني لانا انافس الناس اللي عنده عشرين سنة وواحد وعشرين سنة والكلام ده واخشت معهم في منافسات التمرين الموضوع مش فنيات بس انا مش فنيات بس فنيا وطبعا معنويا كان مدرب كبير وتكتكيا طبعا حاجة كبيرة جدا كابتان حسام حسن قصدي بيقول لحضرتك طول عمرك لعيب كبير يا خطير بس مين فرق معك في الخبات ده حسام بص بقى من احرف اللعيبة بصراحة في مركز الديفندر في مصر كلها الله حسام حسن الراجل اللعيب كبير ومخدش حقه فعلا كان لازم يلعب بالنادي من الانديك كبير اعتقد الجيل ده في منه كتير تظلم طبعا طبعا حسام العيب كبير جدا والعيب بالكورف رجل وتحب تتفرج عليها والحاجات الممتعة يعني بتاع الكباري بقى والطريس والحاجات دي وفي الخباس بقى عشان احمد سامير فرج اصلاحنا رحنا وعكما حسابي الفرج بيتحدانا واكيد يتغلب يعني طبعا نقش في الحاجات اللي فيها قلق شوية قولت ناظر كابتان احمد عيب مين افضل لعب في تاريخ مصر؟ انا ممكن كان لدي تصريح من ثلاثة اربعة ايام كده في قناة الزمالك وتلقيت في قناة الزمالك قلت ان اللعيب المتكامل ومن وجهة نظري هو افضل لعيب في تاريخ مصر كبير حسن شحات انا اتفرجت عليه طبعا مش مؤخرة اتفرجت عليه كتير وكنت باتفرج على طول على مطشاط لي واهداف والكلام ده والحاجات دي هو لعيب متكامل في كل حاجة مش نقصه اي حاجة في لعاب كرة القدم سواء بقى جوان ملعب برا معا والتزام دفاعيا هجوميا هداف صانع لعب كل حاجة موجودة في كابتان حسن شحاتها فده من وجهة نظري طبعا هو احسن لعاب في تاريخ الكرة المصرية كابتان فادي نجام بيقولك مفيش كذير دعب كابتان حسن شحاته احسن لعب في تاريخ الدوري المصري ومحمد صلاح طبعا محمد صلاح مفيش نقاش ولا فيه كلام ولسه ودامه سنين كتير هيعمل مجده اكتر من كده ان شاء الله طب انت كنت بتلعب في جوز الهجومي يا كابتان بردو قلنا مين احسن ثلاث مدافعين من وجهة نازر احمد عيد أحسن ثلاث مدافعين في الدور المصر طبعا أو في تاريخ الدور المصر في تاريخ الدور المصر ولا في تاريخ مصر عشان بس المواسف المدافعين برضو اللي احترفوا لعبوا برضو في الدور المصر أنا أنا هختار ثلاثة هما الثلاثة الصراحة هو في أربع مدافعين بس أنا هختار ثلاثة لاستمرارياتهم الكبيرة يعني كابتن إبراهيم يوسف كابتن هاني رمزي وقل جمعة الثلاثة دول هاخترهم أنا كان نفسي طبعا أو اللعيب اللي مش هيتكرر بس هو ظلم نفسه وإبراهيم سعيد الأربع العيلة دول في الحتة الدفعية دول من أهم الناس اللي عبت في المركز ده بتاريخ مصر كله طب عندنا دروقتي كارتيرون وفايلر في الأهل يزاملك وحضرتك دروقتي بقيت في مجال التدريب برضو وعندك روية مختلفة فقلنا مين فيهم الأفضل وليه من وجهة نظر أحمد عيد من وجهة نظري طبعا الأفضل فيهم ما أقدرش أحدده دلوقتي راجل ماشي مع يعني فيلر ماشي هابدأ بي ماشي مع النادي الأهل بشكل كويس أول ما جي حق بطولة السوبر ماشي بشكل كويس في الدوري والكلام ده توصل لقابلها وأفريقيا يعتبر مقدم مجاح كبير على النحية الثانية كارتيرون جي متأخر نزة مالك حق أبو تلتين غالين على نازل زمالك في عشرين عشرين في ظرف أسبوع كمان بو تلتين كبار ووصل قبل ووصل قبل نهاية أفريقيا فالموضوع برضو المقارنة ما أخدتش المدى الطويل يعني ما تقدرش تقولي ده قعد سنة ونص أو سنتين عشان أقدر أحكم عليه بالشكل الكبير وده أقدر أحكم عليه يعني جروس أقدر أحكم عليه أقول مميز برير أقدر أقول مميز جوزيئ أقدر أقول مميز الناس اللي هي كبراء للناس اللي هي عادة في الدوري المصري فترة كبيرة فدول يعني معالي السمرارية أكتر ومنافسات الكبيرة يبانوا أكتر بس اللي يعني اللي مقدم نجحات كبيرة أعتبر كارتيرون يعني كارتيرون بواخد بتلتين قريبين يعني ماشي بشكل كويس وما عادش فترة كبيرة يعني طب بما أن حضرتك برضو ذكرت مانويل جوزيئ وكده فمقولة أن مانويل جوزيئ أفضل مدرب في تاريخ الدوري المصري تتفق معيها ولا لا؟ بالنتائج آه بالنتائج آه لكن مانويل جوزيئ كمدرب ما ننجحش مع حد تاني غير النادي الأهلي في أي مكان تاني كمدرب سواء مع أنجولا سواء في إيران سواء في السعودية سواء في أي حتة مسكة هو ما ننجحش فيها هو نجح مع النادي الأهلي أنا هتكلم في حتة أن النادي الأهلي كان الحقيقة كان من أحسن فرق في أفريكا وأحسن فريق في أفريكا في الفترة اللي كان مسكها جوزيئ من كم اللي كان موجود طبعا والمجموع اللي كانت موجودة فالموضوع طبعا بالنسباله كفنيا ما أقدرش أقوله اللي هو جامد قوي عشان هو ما ننجحش مع حد تاني غير النادي الأهلي لكن النتائج هو بتخليه أفضل مدرب في تاريخ الدوري المصر هو النتائج طبعا تقول كده لكن أنا ما بتكلم على الحتة الفنية طبعا الحتة الفنية الحتة الفنية يعني أنا بقول مدرب جامد جدا المدرب اللي كبير جدا وما أخدش حقه إعلاميا ديفيد مقايم عن نازل زمانك من سنة 90-92 عمل جيل خلى نازل زمانك في الفترة ديت يا سيد يبقى سيد أفريكيا من 90 وانت طالعة خد 93-96 وفيد ماشي في البطولات الأفريكية بشكل كبير عمل جيل كبير يعني ديفيد مقايم برضو أكيد طبعا طيب طبعا حديك ليك برضو صوالات وجوالات مع الحكام ودايما فيه ألأ وكبير مين الحكم الأفضل من وجهة نظر يعني الحكم الأفضل في الدوري المصري من وجهة نظر كابتين أحمد عيد ده في الفترة الأخيرة يعني يعني في الفترة اللي حديك لعبت فيها في الفترة اللي حديك لعبت فيها حد حكم لي هو كابتن جامل غندور حكم لي طبعا وكابتن عسام عبد الفتح حكمولي دول من الجيل القديم من الجيل الجديد الناس اللي حكمتلي انا هقول حد من الناس يعني محمود البناء حكم كبير جدا حكم كويس محمد الحنفي برضو حكم كويس الاثنين حكم كويسين ما بيعرفوش الميول وهم اللي شايفينه بيحسبوه دي حقيقة يعني حركة مشجعة بقى للزمالك وطبعا حركة دايما بتذكر ان انت مشجعة للزمالك مين افضل مدرب للزمالك اخر 20 سنة اخر 20 سنة انا طبعا هي بين يعني كبرال وبين فريرا بس انا يعني عشانت اتمرنت مع فريرا هقول فريرا طبعا يعني حالك كده معناه ان لو بين فريرا وجروس فانت شايف ان فريرا افضل من جروس فنيا انا ده اللي انا شايفه واللي لمسته كمان واللي لعبة اللي موجودة واللي لعبة اللي موجودة في نجزة مالك طبعا ده رأيها برضو مش رأيي انا الواحدي انا على تواصل دايما معاهم وشايف يمكن فريرا قدمنا معا كرة حلوة الحقيقة السليفات جروس قدمنا معا كرة حلوة السليفات بس برضو يعني فريرا حاجة مختلفة وتاكتك مختلف ومدرسة مدرسة كبيرة يعني تحس ان الخامسة وعشرين او التلاتين اللعيب عايزين يدلوا روحهم في الملعب جروس فيه بس النقطة السلبية اللي فيه او اللي انا شايفة او الناس اللامساها او اللي اللامساها ان هو كان مقايد نفسه 13-14 لعيد والباقي اللعيبة بره الحسابات بشكل كبير ده اثر على نفس زمالك في نهاية السيزن وفي نهاية الدور طب بلما انا بنتكلم عن المدربين الاجانب وحياك دلوقتي مدرب قلنا المنتخب مصر وحياك طبعا ليك تاريخ كبير مع منتخب مصر المدرب المصري افضل ولا الاجنبي دلوقتي مع منتخب مصر فورجة نظر كابتن احمد عيد هو ده نجح وده نجح يعني انا المدرب الاجنبي نجح والمدرب المصري نجح يعني كابتن حسن شحدة قد نجحات كبيرا كابتن جوهري كان معانا مدرب 86 خد بطولة افريقيا وصعدنا مع كوبار كاس عالم يعني كله نجح فانا كنت شايف الفترة اللي فاتت دياد كان لازم يبقى مدرب مصري بعد اللغة والحاجات اللي حصلت البطولة الاخيرة خصوصا الحاجات يعني ما حصلتش قبل كده بترك منتخب مصر فبيتهيق لي كان هو مدرب مصري يبقى افضل طبعا كابتن حسن من البدري اختيار مش وحش طبعا اختيار اختيار كويس بس كنت اتمنى الفرصة تيجي لكابتن حسن كان يبقى حازم ورابط اكتر من كده في موضوع لمي منتخب مصر انت شايف ان كابتن حسن مناسب للجيل الحالي للمنتخب اه طبعا هو اكتر واحد يقدر يلم الجيل ده ويرنجع الجيل دوت عشان الجيل دوت فيه فيه لعبة كويسة كتير جدا طيب كابتن بما اننا بنتكلم برضو عن المدربين مين افضل مدرب مصري يعني التاريخ الكرة مصرية مصر برضو انت عارف الفترة اللي فاتت دي فيه ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده كل واحد بيقول رأيه من رأيه كابتن احمد عيد مين الافضل كمدرب افضل مدرب مصري بيتهيق دي بين اتنين مش هتطلع بين كابتن حسن شاحته وكابتن جوهري دي حقيقة بس انا يعني انا انا متعاملتش مع كابتن جوهري طبعا متعاملتش معاه من بس من كلام الناس على كابتن جوهري والحاجات ديت هقول طبعا كابتن جوهري من كلام اللاعبات الكبار اللي اللعبه مع كابتن جوهري وزاملتهم اللعبه معي في المنتخب برضو هقول الكابتن جوهري والان انا كنت شايفه كابتن ايها بن مصري طبعا بعتلي قال لي اسألك اخطنا احنا دعيد ايه اللي حصل بينه وبين عمر زاكي في عمان ايه اللي حصل بينك وبين عمر زاكي في عمان كنت كنا بنسخن في ماتش عمان كان ماتش عمان ودي قبل ماتش الجزار بتاع ثلاثة واحدة اللي اتغلبناه كنا ما تش ودي فاهمان شايف حدد مشهري وأنا كنت بسخن ورا الجزار فابو تريكا جايننا جاي علي واأرة واحدة التاني بره انا عمان origins سامير الفرج تاريبا واحمد السامير فرج بيحضنه وانا بنط عليه من ورا كده وعمر زاكي نطلع من تحت اitchالة اخصف بادي المن nation فعمر زاكي حاجبه فاتحت واخرج وانا اللي نزلت بدانه طبعاً أنت كنت دي معامرة دي كده دخل الأوضة لأ أنت مش متخيلة بقى دخل الأوضة عمر زاكي دخل الأوضة ودخل من كتر النرفاز اللي هو فيها راح شايل الحوض هو باسم الله ما شاء الله حاجة قوية شايل الحوض راح كسره بيده لاثنين ورح راميه في الأرض ودخلين بقى بعد الماتش وإحنا كسبنا الماتش 1-0 طبعاً وخارجين كابت الحسن وداخل معاه كابت الحسن قال لي أنت هتيجي تمشي جنبي ماينفعش تخشي له لوحدك هيكسس سارك دخلنا كابت الحسن أول ما شافه وأنا شبت عمر هو متنرفس بقى والدكتور بيخياط له راح تدخل عليه بقى عشان يدحكه ماينفعش هيفترسني تدخل له وقلت له هو أنت وشك ناقص كله بقى عادي يضحك وهو بقى عادي يضحك والموضوع عاد بقى عمر من اللعبة الكبار يعني طب بما نتكلم بقى العمر زاكي فمن وجهة نظرك برضو مين أحسن مهاجم في تاريخ الكرة المصدر أنت لعبت مع حسام حسن وعمر زاكي ومع متعب ومع ميدو لعبت مع كل دول طبعا الاربع اللي أنت قلتيهم دول كبار جدا بص في لعيبة بس أنا مش مصنفها كروز حربة اللي هم روز حربة يعني عمر زاكي عمر زاكي أحسبه تسعة متعب تسعة ميدو تسعة كابتن حسام حسن تسعة كابتن جمال عبد الحميد تسعة يعني كابتن الخطيب محسبوش تسعة زيدان محسبوش تسعة حسبوه تحت كابتن أحمد الكاسح حسبوه تحت يعني الناس دي أحسبها اللي هي تسعة ونص أو عشرة اللي هم بلعبو تحت الفيرويد فهما الخامسة اللي احنا قلناها هم معهم كابتن عبد الحليم علي طبعا حاجة يعني حاجة مع سرطا والعادة معي حاجة جمدة جدا هم دول أجمد ستة بقولهم عمر زاكي هو أجمد واحد فيه يعني هو أجمد واحد في رأي وفوجة نظر أنا كابتن جمال عبد الحميد كابتن جمال عبد الحميد يعني حاجة حاجة مش هتتكرر جي مر فترة صعبة بعد ما مشي من نادي الأهلي وقدم إنجازات كبيرة لنادي الزمالك ودخل نادي المية وحصل على بطولتين أفريكا مع نادي الزمالك وكمان كابتن مصر في كاس العالم فهو اكتاريخ كبير ولعب كبير جدا وأنا بحبه جدا وأنا شايفه الفرود المتكامل في كل حاجة يعني الفرود المتكامل في كل حاجة طبعا مع الاحترام للناس كلها اللي لعبت معاها لعبها كبار جدا بس دي في الأول وفي الأخر دي وجهة نظر طبعا كابتن أمير عزمي برضو ميمسك أحداك بيقولك يا خطير أمير وحبيبي أمير ده هيبقى من المدربين الكبار جدا حاجة عنده روح وقلب غير الفنيات والتاكتك اللي عنده وزمقه كويسة جدا في الكورة فأمير هيبقى من المدربين الكويسين جدا وفرق معانا السنة اللي فاتت جدا مع جرس دي هاي طب الزمالك بقى نرجع للزمالك تاني مين اللاعب اللي دلوقتي موجود في الفرقة وحاجاتك بتستمتع وانت بتتفرج عليه في الزمالك أشرف بن شارقي وطرق حامد عشان الناس هتزعل عشان الناس هتزعل من موضوع طرق حامد ده أم عشان نقول بتستمتع اه اه ام انا بستمتع طبعا بطرق حامد في مكان وبتفرج عليه في مكان وهو راجل قاين بدوره بشكل كبير قائد للفرقة ده في حد ذاته استمتاع ان الواحد بتتفرج عليه ويتمتع أشرف بن شارقي الكورة في رجله وسالسة جدا وسهلة جدا والموضوع حلو جدا وباسم ده ما شاء الله فارق معانادي الزمالك هو العيب كبير جدا جدا طب من الزمالك للأهلي بقى مين اللعب اللي في الأهلي دلوقتي كابتن أحمد عيد يحب أداو جدا وبتفرج عليه رمضان صبح وانا بغمض لعب كواس لعب كبير طبعا وليه مستقبل كواس جدا يعني مع منتخب مصر كمان طب مين اللعب الأهلاوي اللي كابتن أحمد عيد كان نفسه يلعب جنبه سواء من جيلك او من قبل كده او من دلوقتي وانا لقيت مع ناس في المنتخب لعبها كبيرة جدا يعني لقيت مع تريكا لقيت مع براكات لقيت مع ناس جمدة جدا مع شوئي بس أنا كنت أتمنى محمد براكوت محمد براكوت محمد براكوت يعني حاجة مش ممكن بيدي حلول كتير جدا في الملعب زاكي جدا في الملعب بيخطف المدافع كده في ثانية كان نفسي يلعب في ناس زمالك طبعا طب مين أفضل لعب في تاريخ النادي الأهلي من وجهة ناظر كابتان أحمد عيد أنا شايف من وجهة ناظر أبوتريكا طبعا أبوتريكا حقق كل حاجة دخل نادي المية خد بطولات مع النادي الأهلي كتير مع المنتخب هو سبب من أسباب عودة الأهلي لتاريخه الأفريكي من 2005 لحد 2015 فرق كتير جدا مع النادي الأهلي أبوتريكا أنا شايف اللي هو أحسن لعب في تاريخ النادي الأهلي بما أن احنا بنتكلم على أبوتريكا وحضراتك وأنتو طبعا الجيل إزاي هدي في تاريخ منتخب فالجيل ده مين كان أهم لعب فيه من وجهة ناظر كابتان أحمد عيد الجيل ده كله أساني كبيرة قوي بس وجهة ناظرك مين كان أهم واحد في الجيل ده في منتخب مصر كله؟ بالضبط أنا شايف العمود الرئيسي للمنتخب مصر وكان مهم جدا 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 وأهم لعب كابتان أحمد حسن كابتان أحمد حسن طبعا كابتان أحمد حسن بس يعني دوره جوه الملعب وبره الملعب ككابتان فرقة وكقائد دوره كان كبير جدا 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 وعنده شخصية غير طبيعية في الملعب ما بيهموش حاجة ولا ما بيهبش أي لعيب في العالم ده من وجهة نظري فهو كلعيب لعيب مهم جدا وأهم شايفه من أهم اللعيبة في الجيل أو ما كانش أهم مهم طيب نرجع للأهلي اللي حصل إي رأيك في اللي حصل في ملاثة احنا تفتحي وحسن عشور الأخير في الملجي الأهلي؟ رأيك كابتان أنت جايبان على سكة الأهلي لا 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 يعنيش نا مرضو عاديين قول نجا لا كابتان يكلم على الأهلي عادي رأيك كابتان يكلم على الأهلي الناس طبعا الناس بتاخد الموضوع بصعوبة شوية أو بتبقى مشدودة شوية أنا بقول رأيي فيه ناس بتخش طبعا بتتكلم فيه ناس بتخش تشتي مو بتنتاكد بالحاجات دية الحاجات دي كلها ولا بتفرق معاها طبعا دي حاجة كل واحد يعني بيطلع لجواب بطريقته يعني انت بالسؤال بقى عشان أنا مركزش معاش بالسؤال السؤال ايه رأيي حضرتك في تعامل الأهلي مع أحمد فاتحي وحسام عشور في الملف الأخير هل سعلا كان خلاص المفروض ان هم رحلتهم انتهت مع النبي الأهلي هل كان المفروض النبي الأهلي يحاول يحافظ عليهم بشكل أكبر من كده فوجة نوزر كابتان أحمد عيد وحسام عشور دلوقتي برضو بتتكلم في كرة وبتحللها ومدرب ونجم جبير انا هتكلم معاك في الموضوعين بوضوح موضوع عحمد فاتحي غير موضوع حسام عشور حسام عشور النادي الأهلي كان عايز انه يتعاوده بالنسبة للراجل مش عايزه فنيا دي حاجة طبعا محدش يختلف عليها والراجل ده رأيه الراجل الفني بس الكلام ده كان من بداية السيزون أو كان يبقى مترتب له من قبل كده انا اعتقد ان لو مجلس إدارة النادي الأهلي كان عاوز يضغط على الراجل ويقعد حسام عشور هيقعده تكريما ليه على الأقل حسام أدى كتير جدا للنادي الأهلي أدى بشكل جدا حسام ملعدش في حتة تنغر النادي الأهلي وكان قدامه عروض صفترات كبير ومطلعش انا شايف سوء تقييم أو سوء لإدارة الملف ده نفسه يعني مش قادروا الملف بشكل مش صح بالنسبة للحسام عشور كان طبيعي حسام عشور اللي هو يبقى تحط في مكانه أكبر من كده او يبقى عارف من قبل السيزون انه ده آخر سيزون ليكو حسين مش عاجة فجأة ونص السيزون انت خلاص مش معانا وهتطلع والكلام ده مش هتبقى موجود وانا بقول من وجهة نظر ان النادي الأهلي كان الطبيعي اللي هو ممكن يضغف على الرجل المحسامي بقى موجود زي ما النادي الأهلي نفس الكسة ضغط ان صالح جمعة يبقى موجود والراجل مش عايزه فنيا فهو القائمة تلاتين لعيد حضرتك برضا كابتن يعني الموضوع فنيا هل في كيس زي مثلا حالة زي حالة كابتن حسام عشور كان مفهود الموضوع ما يبقاش كل التعامل فني كان موجود المتعامل يبقى تكريمي ويبقى فيه استفاقية عطل كده ولا يعني برضو الجماهير بتعترف بالنتائج وفنياً وحيك دائما بتقول القائمة تلاتين لعب القائمة تلاتين لعب في الأول القائمة تلاتين لعب لو انت لو سجلته حسابة اللعبة اللي متأيدة في النادي الأهلي هتلاقي فيه مثلاً خمس ست لعبة ما بيلعبوش أصلاً ما بينزلوش الملعب أصلاً ما يخشوش الماتشاط فلو حسام اتحط واحد منهم ككابتن فرق أو كتكريم لي في سيزون وهو يعلم من قبليها لآخر سيزون ليه والكلام دوات تمام زي الفول نفس الكلام كان هيحصل مع شريف إكرامي بس شريف تلع من فترة لمح وتلع وقال اه بس انا وجهة نظر بقى تاني يعني رسالة لحسام انت لعبت في النادي الأهلي طول تاريخك ما تلعبش في حتة تاني يعني انت ملعبتش في النادي تاني يعني انا مثلاً لعبت في نادي الزملك وانا ظهرت من ناشئين ومشيت والكلام دوت ورحت ورجعت ولعبت في قلديها كتير ورحت للزملك وبعدين مشيت نادي الزملك استغنى عني وبعد كده رحت اندية تاني فطبعاً انا العبت كتير في كذا نادي لكن انت وحسام ملعبتش في حتة للنادي الأهلي وجهة نظر ان انت متلعبش في حتة في النادي الأهلي لو هيبقى اخر موسم لك انهي باخر موسم لك في النادي الأهلي ده انت ما عملتش حاجة ده هتبقى من لعبة الاوليالة اللي لعبوا بتشيرتي النادي الأهلي بس طب بالنسبة لأحمد فتحي بقى أحمد فتحي انا شاف ان الموضوع مختلف شوية مع اني مش مع قراره خلي بالك يعني انا من وجهة نظري انا لو ما كان احمد فتحي وقدامي مثلاً انا هجدد هجدد في الاهلي مثلاً لو انا مش اقول على الاهلي مثلاً انا لو في الزمالك والناس الزمالك بيجدد معايا وعاوز يقعدني في الناس الزمالك وفرق مثلاً فرق خمسة ستة مليون هعاوز في النادي الزمالك ده الاخر سنتين ليه يا في الكورة واحمد بقى له مثلاً من 2007 في النادي الاهلي فبرضو زمن 13 سنة بفترة كبيرة جداً تلع فيهم ورجعوا الكلام دوت بس برضو ككابتن فرق كمان تفرق معه كتير جداً انا بقول انا لو ما كان احمد فتحي هعود هو بقى احمد وجهة نظره طبعاً وتحترمه هو شايف حياته وهو هيبقى داير نفسه ازاي هو قادرة طبعاً بس انا قلت وجهة نظر انا لو ما كانه هعود في المكان وانا شايف ان النادي الاهلي مع احمد غالباً يعني او بشكل كبير عمل اللي عليه معايا يعني هو من وجهة نظره مش عايز يعني طب نرجع بقى الحكة السوشال ميديا فيه ناس بتقول ان حياتك بتتعمد تبعت رتائل كده عشان تمكش جمهور الاهلي وانا عارف ان الكلام دا مش حقيقي بس اعايز اعرف منك هل انت بتعمل كده طبعاً؟ بصي انا هكلمك بصراحة الموضوع ده انا بتكلم على طول او بقول اللي انا شايفه يعني اللي انا شايفه قدامي بقوله فيه حاجة النهاردة مش شايفها وحشة بقولها لدرجة ان الحاجات دي بتزعل ناس مني وناس صحابي والناس بس انا بقول يعني دي حاجة موجودة على أرض الواقع فلازم اقولها يعني لم اقلتهاش ممكن حد تاني غير ايولاد يقول برضو ان انت زملكاوي ايوا ما بقولش حاجة انا بقول انا زملكاوي وعشان بس النغم اللي بتتقال ده هتموت عشان تلعب في النادي الاهلي وانت كنت هتتمرمك عشان تلعب في النادي الاهلي والكلام ده والحاجات اللي بتتقال دي أنا قلت لها قلت فعلاً أنا لأعايز أرعب في النادي الأهلي للكلام ده من 2005 وما أطلعتش كذبت الكلام ده عشان بس إيه نخوص من الاستوانة ديت احنا مش خالصين منها طبعاً الكلام ده فأنا بطلع أقول اللي أنا عايزه على السوشيال ميديا ما بعملش حساب الصراحة ما بعملش حساب لحد يعني اللي أنا شايفه من وجهة نظري بقوله يعني ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط بس دي وجهة نظر أنا مقتنع بيها فبقى قولها انت شايف أن الوقت اللي انت قلت فيه تصريح ده غير دلوقتي وانت دلوقتي رأيك غير وقتها طبعاً أنا وقتها كنت لعيب دولي ولعيب ما وجود في 2005 في منتخب مصر واحد بيسألني بيقول لي كذا 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 قلت له اه أنا مفيش مشكلة نعب في النادي الأهلي ومفيش مشكلة والكلام ده وت وجمهور النادي الأهلي الجمهور كبير والحاجات دا بس الكلام ده كان في 2005 ايه المشكلة أنا ما قلتش حاجة خلص لا أنا مش قصدي أنا قصدي أنا قصدي إن حاليك قلت التصريح بس تصريح كان وقتها في وقت محضرتك ما كنتش ولا في الأهلي ولا في الزمالك وكنت لعيب كبير دولي وقدامك عروض بتشوفها اه طبعاً الكلام ده كان موجود وكان فيه كلام من نادي الزمالك وكلام في النادي من نادي الأهلي وليها تصريح يعني هما الناس يعني بيجابوا التصريح ده بس طبعاً لها تصريح في 2007 أو 2008 وكان على مودرنس بورت عشان بس ايه يعني هاي كانه خلص أشلت يعني فالتصريح كان موجود وموجود لحد دي لوقت ما ممكن أن نزله فيديو لو خيروك بين الأهلي والزمالك هتختار مين قلتها اختار نادي الزمالك الكلام ده واتقلته والفيديو معايا ممكن أن نزله عشان بس الكلام والحاجات اللي هي على السوشيال ميديا فأنا في الأول وفي الآخر موضوع السوشيال ميديا ده وتانا ما بحاولش أتكلم في حاجة أنا اللي شايفه بقوله ومن وجهة نظري اللي أنا بفكر فيها ما بأخدش كلام من حد ما حدش بيقول لي اعمل كذا أو اعمله أنا كل حاجة أو كل أرائم اندماني فأنا الموضوع بالنسبالي عادي جداً ومش فارق معايا حاجة خالص يعني فأنا ما بأعرفش ما بأعرفش ما بأعرفش اللي هو ايه طبل لحد عشان يسقف لك أنا ما بأعرفش الحاجات دي فأنا بأقول لي اللي أنا شايفه بس طب بما نحن نتكلم على السوشيال ميديا السوشيال ميديا لو كانت خوية في الوقت اللي حضرتك كنت فيه في كمه وقت الجيل الزهبي بتاعكه في منتخب مصر وفي القرى المصرية هل كان هيفرق معاكم؟ كتير جداً طبعاً وكان هيفرق كان مع الجيل كله في حتة حتة احتراف بقى فأنا بأكلمك مش حتة سيت والحاجات دي في حتة احتراف طبعاً دلوقتي كل حاجة مفتوحة في العالم الاحتراف كمان كان مقفول في الفترة ديت من 2006 إلى 2010 كان صعب تلاقي لعيب بثين بس طلعين كل سنة دلوقتي ممكن تلاقي عشر عشرين لعيب طلعين والأنديا بتتساهل تمشي لعيبة وتجيب لعيبة والكلام ده والاحتراف الفتح كان اللي بيعمل دلوقتي اللي بيبص يبصل اللي جنبه بيقولوله انت بتاخد عشر مليون اللي يعمل سروه تروح لمنتخب اللي مش عارب ايه لكن زمان اللي كان بيبقى لعيب كويس يعد ثلاث سنين يبقى كويس في النادي بتاعه عشان يروح لمنتخب مصر فالموضوع كان فرق كتير جداً والموضوع فرق كتير جداً معنا طبعاً السوشال ميديا وفرق في الاحتراف قوي 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 اه طبعاً في لعيبة يعني لو لو تفرجت عليها يعني هو الجيل اللي هو من اللي هم مواليد 2000 و 1998 والحاجات ديت هتلاقيهم مثلاً دلوقتي 22 سنة فمن 10-15 سنة فمش فاكرين او مش فاهمين او ما كنش بيتفرجوا على اللعيبة ديت او ما بيشوفوش اللعيبة ديت ففي لعبة كتير جداً ما خدتش حقها في موضوع السوشال ميديا ده فموضوع السوشال ميديا دلوقتي فرق في كل حاجة في اعلانات في دخل لعيبة في عقود لعيبة عالية في الحاجات دي كلها فرقت طبعاً طبعاً هتسألك بقى على جيلك انت مين اللعيبة مين اللاعب اللي كان دايماً مشاغب في جيلك احمد عيد حقيقة كنت مشاغب في جيلك ها اه الصراحة اه يعني انا بقول انا كنت مشاغب دايماً في الماتشاط في كل الماتشاط كان الناس بتحطيني اللي انا مشاغب كنت في ماتشاط الاهل بس لكن انا في كل الماتشاط كنت ببقى مشاغب وقرار كتير كما كنت شبته بعجباني من الحكام ممكن ازعق مع العيبة والكلام دوت بس كله في اقتر الاحترام والحاجات ديت يعني معانيا كانت من حتى الحكام كانوا بيقولوا ان شخصية حضرتك برا الملعب غير خالص انا بكل الحكام اغلبية الحكام صحابي ومنهم اللي هما ايه كنت بيني وبينهم عداوة في الملعب او مش عداوة او هو ايه لعدات مشهورة ايه للي هو مسلا من كابتن محمد فاروق كابتن سامير عثمان الناس ديت كانوا برا الملعب بكلمهم في التليفون عاملها يا كابتن بتاع مش عداوة ايه يمكنوا في الملعب اركبهم متع فريس في تصريحات لأكتر من حكام ان شخصية حضرتك برا الملعب مختلفة تماما او الحمدلله الحاجات ديت يعني حتى انا في كلامي معهم في حكام لحد السنة اللي فاتت وانا بلعب حكام اظهر مني في السن مثلا بكتير يعني حكم عنده 28 29 سنة وانا 39 سنة فكنت براها اقول له يا كابتن مش عارف ايه حتى انا بعترض عليها اقول له يا كابتن ان الكلام نا مش عارف فدي الحاجات ديت بتبقى معرفة الحكام طريقة او او انا شكلي بقى بتنرفس في الكامرة والحاجات ديت الناس بقى بموضوع مختلف يعني طب مين اللعب اللي كان دمه خفيف جدا في جيل حضرتك بركات مالوش حل باكف جد مالوش حل بص يعني حاجة ما تتعودش كلعيب كورة وكخف الدم وكالناس بتحبه وككارزمة كل حاجة موجودة فيه حكي لنا كده موقف ما تنزهوش مع بركات هو بركات كان ليه موقف كتير جدا بس هاكتر موقف دحكني فيه طبعا كنت اتماتش اسبانيا 2006 مع المتخب وكابتين حسنا بيخش دايما على طول بيقول احنا ايه يعني النهاردة هنبدأ بسر الفاتحة يعني اللي هو هنقرأ الفاتحة الاول والكلام ده راح قال لي بقولك ايه الكابتين دلوقتي هيخش المحاضرة كنا في قط اللبس وهيقول المحاضرة بتاعت الماتش كنا في قط اللبس يعني ايه وانا طبيعي يعني بنزل تغيير الكلام ده الحاجات ديه في الشوت التاني الحاجات ده هنزل شوية بقى تلت الساعة مصد الساعة الحاجات ديه فطبعا الكابتين دخل راح قال لي النهاردة هنبدأ بسر الفاتحة وبركات قاعد جنبي بقى راح عامل لي بكوعه كده بكوعه كده راح اغمزني في جنبي وانا طبعا راح تبحطت ايدي على وشي وقعد تدحك كابتين حسن شافني خطفني طبعا في اليوم ده وعجز عقلي وبتاع وشعارف ايه ورح بركات كان ببادئ الماتش راح خارج والماتش ده بركات بدأ وانا ملعبتش خالص في الماتش ده وكابتين حسن زعل مني ورح تلعتله بعد الماتش قلتله يا كابتين متزعلش ومش عارف ايه انا قلا اعرفه هو اللي كان بيقولك بس انت بتتحك ليه يعني كان حسن عارف انت بركاته يعني او عارف انه وعجبك يمتن او فالماتش ده خلص علي طب مين اللعب اللي كان حريف جيلك؟ حريف جيلي حريف بزيادة او يعني او يعني في الاختيارات ممكن تحط لنفسك اصلا لا لا مش مش للدرجة فيه لعبة بتكلم الكورة يعني انا بالنسبالي زيدان حاجة جامدة جدا في الكورة الكورة تحت رجله حاجة غير طبيعية شيكابالا طبعا ممكن يوقف الكورة بسن الجزمة يعني شيكابالا في عزه ده يعني كان تظلم كتير جدا جدا ومخدش حقه في تاريخ الكورة المصرية اللي هو اللعب في فترة مش ذهبية لنادي الزمالكة دي حقيق بجد طيب مين اللعب اللي كان بتعمها قلب احمد سامير فرج كان بيعم بيك مع قلب كتير مالوش حل لا بيعمل في الناس كلها كان هو احمد السيد احمد سامير فرج ليه موقف شهير مع المحمدي طبعا عمل ايه؟ بعد ماتش البرازيل المحمد انت عارفه طبعا طلع الكورة بايده مجون ورح نايم والكلام ده مش عارف ايه والطرد فاز علاج جدا طبعا المحمدي فروح احمد سامير قاعدين في الفندق هو قاعد مع المحمدي في القوضة فنزلنا على العشا فرا احمد سامير جاي قال لي بقولك ايه المحمدي مستحماش لحد دلوقتي زعلان ومش عارف ايه ومستحماش لحد دلوقتي والكلام جوا قال لي بص انا هربط الفوط بطريقة معينة وهشوفوا استحمى ولا لا لحد بالصبح اقول لكم رح طالع رح طالع احمد سامير وكده وناموا وسيحوا الصبح على الفطار احمد سامير وهو نازل واحنا هو من على باب المطعم واحنا في المطعم جوا يا عيد يا صقر على احمد حسن قاعد ينادي علينا المحمدي مستحماش من امبارة فراح اه فراح طبعا الموضوع انتشر وطلعنا على المحمدي في الوقت دوت عسوي كان فيه اغنية كده بتاعت احمد راتب وسموه عسوي بس فكه احمد سامير ما كانش لحل مين كان اكتر لعب عصبي بالجلد ممكن احط نفسي وحسن عبد الرب برضو مع ان حسن عبد الربو بقى في الملعب ما كانش عصبي خالص لا بالعكس حسن عصبي جدا في الملعب يعني فيه اوقات كتير كان بيتعصب ويتنرفس بس هو عصبي فعما ما بيتقش حاجة لو دخلت عليها حتى في التمرين راح بسيسلك كده بقرف اللي هو ما تخش عليها ليه طب مين اللعب اللي كان فيلسوف في جيلك كده اللي هو دايما عنده رأى عميكة كده فاتح الله فاتح الله بيكة طب قادي مع فاتح الله ايش عارف اسمه انشتاين ولا اسمه ايش عارف فيه ناس كدير بدول اللي كابتن فاتح الله حيبقى مدرّف جميل جدا هو دماغه كويسة طبعا جدا في الكورة واراءه كويسة برضو في الكورة هو فيلسوف زياد عن اللزيوم طبعا ما بيحبهش في دايما كل ما يجي بيمسك المايك بيقعد بقى انتفاهم ما حدش بيتكلم اللي هو ويقعد يقول لي بص المفروض اللي احنا نعمل كده المفروض اللي احنا نعمل كده فحاجات بتحصل طبعا اكيد هو بيتكلم فيها صحة لسه هو يعني كل حاجة عنده فيها فلسفة طب ايه المبارد اللي حريك مش هتنساها لنفسك مع المنتخب قبل انا عارف الاجابة طبعا انا عارفين الاجابة طبعا الناس كلها عارف طبعا ماتش البرازيل طبعا كان ماتش مهم جدا ماتش الجزائر في مصر نزلتي تلت ساعة للاخر الحمد لله عملت شكل كبير جدا وكنت ماشي بشكل كويس في الماتش ده لا بس ماتش البرازيل يعني حاجة حاجة مش طبيعية يعني كلنا ما بننساش الماتش ده اه فكان ماتش عالمي للجيل كله وكان حرام اللي احنا نخسر او نطلع الماتش خسرانين يعني طب ايه الماتش اللي كان نفسك تشارك فيه سواء مصري سواء مع منتخب مصري او برا او ماتش عالمي وانت قاعد بتتفرق كان نفسك تلعب في الماتش ده او يعني الماتشات اللي هي اللي حلوة قوي وكان نفسك شارك فيها كان النهائي كسر الامم 2008 انا كنت مصاب في البطولة ده تقابل البطولة كان عندي اصابة وما سافرتش كان نفسي يلعب ماتش الكاميرون النهائي دوت كان حاجة حاجة غير طبيعية وكان اداء كبير كان احسن بطولة قدنا فيها الصراحة المتخبة قدى فيها وكان كان الموضوع بالنسبة لي كنت بتفرق في البيت وكنت مستمتع الصراحة جيل منتخب مصري الحالي مين اللي نقصوا من جيلكم؟ يعني مين من جيلكم اللي لو كان موجود معاهم كان نكملهم؟ من جيلنا؟ الحالي يعني؟ ممكن تقولي مين من الجيل الحالي كان يلعب معاهم؟ محتاجين كتير أكثر من واحد لا من الجيل اللي معانا يعني الجيل الحالي محتاج أكثر من واحد من جيلكم طبعا محتاج أكثر من لعب محتاجين أحمد حسن محتاجين أبو تريكا محتاجين محتاجين وقق الجمعة محتاجين لعبة محتاجين زدان محتاجين عمر زاكي يعني لعبة كتير جدا طبعا إن جيل زغير جيل واعد طبعا غسلوا كاس عالم دي حاجة تحسب ليهم وتحسب الكوبر الناس كلها بتقطع فيه طبعا لكن هو بتحسب لي فهو جيل صغير وجيل واعد يعني بيتهيق لي جيل محمد صلاح اسمه جيل محمد صلاح أو يعني محمد صلاح أيضا أعتقد إن حالك يعني لو حد من الجيل ده كنت تتمنى يبقى معيكو في جيلكو فهو هيبقى هو أوه طبعا محمد صلاح حاجة جندة جدا لعيب تحطيه كده وانت مستراحة وانت تطمنه ويفرق معانا في الملعب كتير كتير جدا يعني في الفترات اللي هو كان معانا فيها يعني كان التاريخه هيبقى أكبر من كده بكتير وكان هيروح في مكاننا أبعد من كده بكتير وهو قادر لحد دي الوقت اللي هو روح في مكان أبعد يعني طيب إحنا وصلنا لآخر كده وانا أسفى يا كابتن ولاي طولت عليك بس إحنا كنا مفتولين بحاجة كنت معينا بس عايزات كده في الآخر تقول للناس حاجة هم قاعدين كده في الحظر والكورونا ورمضان أقول لهم يعني أخليكم في البيت طبعا الوضع الناس دلوقتي طبعا مركزة في رمضان والمسلسلات يعني بنشوف الحالات بتزيد شوية وكده محدش مركز مع الحالات اليومين دول ومحدش بيتكلم في الحاجات ديت في الناس المصابة والناس اللي توفت ربنا يرحمهم بسبب الكورونا أقول لهم خليكم قاعدين في البيت حافظوا على نفسكم حافظوا على أولادكم وإن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الله كده يبقى في العيد تبقى أمورنا أحسن بكتير قبل ما نوصل للعيد بعد ما نعد الفترة دي فترة اللي أعتبر اسمها فترة الزروة في الفيروس فبتمنى طبعا للناس كلها يبقى رمضان كريم عليهم بإذن الله وبقول للناس في رمضان اللي زعلانا مني ما تزعلوش أنا شخصيتي كده أنا طويعي كده بتكلم في أي حاجة كده بصراحة واللي وقف معايا بقول له متشكل واللي بيشتمنى بقول له متشكل على راسي برضو وكل سنة وانت طيبين طب معلش كابتا قبل ما نقف الباب بماني هم نتكلم عن الكورونا رأيك الكورونا المصرية المفروض ترجع الفترة الجاية الدوري مسابقة الدوري ومسابقة المحلية المفروض ترجع الفترة اللي جاية أنا معا أن المسابقة ترجع بس ترجع بالشروط طبعا يعني نكمل الموسم الحالي ولا المفروض أن الموسم الحالي ما يكملش بص هي هو يعني أنا أنا نفسي طبعا الموسم الحالي يكمل عشان الناس بس ما تقولش اللي أنت زم الكورو عايزي مش عارف إيه ده ده أكل عيش ناس كتير جدا سواء عمال سواء مدربين سواء مساعدين مدربين الناس الصغيرة اللي بشغلة في الكتاع كله عمال قدت اللبس دولي أقال لناس بيستفادوا الكورو لو راجعت دلوقتي أو الموسم كامل هيبقى ليهم حاجات وليهم مستحقات ياخدوها والكلام دلوقتي واللأندية ترجع طبعا لطبيعتها أنا معا أن الموسم يرجع طبعا ويكمل بس ده لو مش هتعارض مع بداية الموسم الجديدة وبطولة أفريكا الجديدة اللي هي المفروض هيوقفين لعيبة هتمشي من الأندية واللعيبة محترفة هتيجي واللعيبة هتبقى مقايدة في أندية وهتبقى مقايدة في أندية تاني والاتحاد الأفريكا هيحط نظام السنة الجاية ازاي والكلام ده هنتخد إحنا أخذ كم سنة كمان الموسم ملتحمة يعني ومتلحمة والفترة اللي جاية لو هنرجع كده كده الموسم هيلحم في الموسم اللي بعده فهيبقى نهاية مشاكلة في المشاركات الأفريكية ده المشاركات الأفريكية كمان بالنسبة للزمالك وبالنسبة للأهل وبرامد هتبقى مشكلة لو الدوري رجع هتلاقي في ماتشاط ذهاب وعودة وإيقاف للماتشاط ده برضه هياخد وقت وكمان انت يعني بتتكلمي فبقى عايزة أقل حاجة شهر ونص فترة إعداد للعيبة ديت بقى لنا شهرين فيه لعبة دخلة على شهرين ما بتعميش حاجة قاعدين والكلام دوت فالموضوع هيبقى صعب وموضوع الكيد بقى بالنسبة للموسيم الجديد هيبقى صعب أكتر يعني فالموضوع طبعا إحنا مع أي قرار الناس تبقى شايفة صحي طبعا وآمن للناس كلها مش في غنى إن إحنا حد يبقى مصاب بحاجة أو حد من الناس اللي هي في المجال ده يتصابوا وتبقى فيه مشاكل للناس كلها وربنا يطمننا على الناس كلها إن شاء الله خير يعني طب آخر حاجة كابتان أحمد تتوقع مين طرفين نهائي لأبروكي إن شاء الله اللهم البطولة تكن أتوقع الزمالك والأهلي أنا ده متوقعه طبعا بس يخلي بالك اللاربع فرق حزوزهم زي بعض ناد الزمالك كان أكتر فرقة فايقة في الفترة اللي هي عبل التوقف طبعا ما حدش عارف ما حدش عارف طبعا الزروف هتختلف على حسب فترة البطولة اللي هتتعامل على حسب الإستعدادات على حسب ظروف المطشين بتوع الفرق خلي بالك اللاربع فرق يعتبر المستواتهم قريبة جدا ما تعرفش مين اللي هيخدوا البطولة ما تعرفش مين هيكسب ومين هيعمل بس أنا متوقع للخبرة طبعا اللي موجودة عن لعبة الزمالك وعند لعبة الأهلي اللي هم يبقوا يبقوا موجودين وخصوصا إن المطشيات العودة هتبقى في الكهرة هتقدر تتوقع البطل ولا مش هتقدر تتوقع بيدروادي هو طبعا يعني أنا أنا بتمنى بتمنى طبعا ناد الزمالك يبقى البطل ده بتمنى أكيد بس أتوقع برضو إنه يبقى ناد الزمالك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنت زمن كويه إنت أيها زمن كويه يكسب يا عليكم بتردلي اللي أنا معملو بيكي ناول الله يبقى إن شاء الله يبقى كل سنة أخذوك يا كسبين وانت طيب يا جهاد وكل سنة وانت طيبين كلكم شكر جدا إن شاء الله مع السلام شكرا لك شكرا للمشاهدة